السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي يتجدد لقائنا مع أسئلة في غاية الأهمية طبقاً للمواصفات الأخيرة لامتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الأول ويا ريت قبل ما نبدأ نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ درسنا النهار ده يونت 6 الوحدة السادسة choose the correct answer from A, B, C or D اختر الإجابة الصحيح 1. Egyptians have always used the mile المصريون استخدموا النيل 2. goods البضائع make, pie, transport invent الإجابة هي transport يعني ينقلوا البضائع number two lawnmowers are used to the grass قالت قص العشب تستخدم لإيه يا ترى grow cut seal water طبعاً cut the grass قص العشب 3. to is to do something أن تفعل شيئاً that interests people يا هم الناس entertain reclaim invite invent طبعاً entertain يسلي 4. a is a machine that keeps your house clean تحافظ على نظافة المنزل الإجابة vacuum cleaner المتنسة الكهربائية 5. to someone is to know him as you have seen him before تعرف شخص لأنك رأيته قبل ذلك الإجابة recognize يتعرف على شخص لثاني مرة number six a is a large object شيء ضخم in space that moves around a star يدور حول النجم طبعاً الإجابة هي planet الكوكب وبعد كده عندنا أسئلة على قواعد الوحدة السادسة one third asked a question طبعاً عندي مفعولين الشخص asked me المفعول الغير مباشر لا يسبق بحرف جر asked me a question number two I gave I gave my mother أعطيت والدتي الرسالة المفعول الأول هو my mother والمفعول الثاني the message إذا جاء الشخص أولاً لا يسبق بحرف جر three سمير put a prison اشترى هدية جبنا الشيء الأول إذن يسبق الشخص بحرف جر أقول for me for tourist information centers give maps تعطي الخرائط المفعول الأول المفعول المباشر هو maps والغير مباشر هو tourist إذن يسبق السياح بحرف جر two tourists for free مجاناً number five منار give a sandwich for lunch المفعول المباشر هو والمفعول الغير مباشر hear daughter hear daughter hear daughter إذا جاء الشخص أولاً لا يسبق بحرف جر وبعد كده عندنا أسئلة اختياري على كلمات الوحدة السبعة choose اختر one outside is the opposite of بالخارج عكس إيه ترى الإجابة inside بالداخل two we use to measure wait لقياس الوزن بنقيس الوزن بإيه ترى grams الجرامات three which of the following can you use to hold up a thing لكي نرفع الخيمة بنستخدم إيه ترى fools الأعمدة four we can play tennis or basketball in a بنلعب التنس فين في الملعب court الملعب five you need to to win لكي تفوز in some sports games في الألعاب الرياضية you need to score يجب أن تحرز أهداف score six if you are the you have to decide يجب أن تقرر if something is right wrong in a match لو هذا الشيء صواب أم خطأ في المباراة طبعا الإجابة هو إيه ريفري الحكم وننتقل إلى أسئلة اختياري على قواعد الوحدة السبعة one before tennis players use rackets قبل استخدام المضارب players had the pole with their hands had يليها to زائد المصدر كان يجب أن had to زائد المصدر two she isn't late for school هي ليست متأخرة she to hurry الإجابة doesn't have to hurry لا داعي أن تسرع إن عدام الضرورة في المضارة doesn't have to زائد الفعل في المصدر three what you have to do for homework yesterday بالأمس للسؤال في الماضي بنستخدم ضد القانون ضد القانون إذن هنستخدم mustn't لا يجب five how long did you did في السؤال بعد كده have to have to have to يجب أن أو ينبغي wait until the bus arrived لإنما استخدمت did هجب معها المصدر اللي هو have to وبعد كده بنشوف مع بعض أسئلة اختياري على vocabulary مفردات وكلمات الوحدة التمنة unit a choose اختر one when you are able to stand or move without falling تتحرك أو تمشي بدون سقوط then you have a balance balance يعني ايه توازن two a or an is someone who sails on boats يبحر في القوارب or ships أو السفن sailor البحار three two is to make someone or something do what you want تجعله يفعل ما تريده control يسيطر عليه four when you use the internet عندما تستخدم الانترنت it means that you are يعني ذلك انك ايه online متصل بالانترنت five things that you do with your body is physical بدني أو جسماني six i'm afraid معذرة is said when you are تقال عندما تكون ايه sorry آسف أو نادم to say something أن تقول شيئا وبعد كده بنشوف أسئلة اختياري على قواعد الوحدة التمنى choose اختر one tennis is magda's favorite sport هنبدأ بالفعل مضاف له ing playing tennis لعب التنس two you should spend more time spin يليها فترة زمنية بعد كده الفعل مضاف له ing doing some activities three she prefers هي تفضل a book or the internet to find information prefer يليها الفعل مضاف له ing using a book four hustle and hamdi enjoy enjoy يستمتع يليها الفعل مضاف له ing practicing tennis five you are good at good at جيد فيه يليها الفعل مضاف له ing learning things تعلم الأشياء six you use a lot of muscles تستخدم الكثير من العضلات when you go go يليها الفعل مضاف له ing swimming go swimming يذهب للسباحة وبعد كده بنشوف أسئلة على كلمات الوحدة التسعة unit nine vocabulary المفردات choose اختار one a person isn't able to see لا يستطيع أن يرى applying person الشخص الأعمى two square circle and triangle are examples of المربع والدائرة والمثلث هي أمثلة a shapes الأشكال three a is a person who works to protect the country يعمل لحماية الوطن البلد طبعا دامين a soldier الجمدي four the way of doing something is called طريقة فعل شيء ما تسمى النظام five that girl is so she can't hear you لا تستطيع أن تسمعت diff يعني أصم six the school was forty years ago منذ أربعين عام sit up sit up يعني أقيمت أو أنشأت was sit up ماضي بسيط مبني للمجهول وبعد كده بنشوف أسئلة اختياري على قواعد الوحدة التسعة choose اختر one mister zaki lives next door is a scientist mister zaki هنا عاقل هناخد مين هو الذي أو التي للعاقل elephants الافيال live for around forty five years are found in africa elephants الافيال غير عاقل هنستخدم مين which الذي أو التي لغير العاقل three we went to visit my cousins in luxor they have lived since nineteen seventy luxor ده مكان هنستخدم مين where حيث للمكان for the children الأطفال enjoyed drawing shapes in the sand stayed on the beach all day الأطفال عاقل هنستخدم مين هو الذي أو التي للعاقل five the photo shows أليكساندريا in nineteen ninety my parents lived there 1999 ده زمان هنستخدم مين when when six mister adult factory produces cotton clothes is very rich mister adult المالك factory الملوك هنستخدم مين who's للملكية وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكمان سبسكرايب في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسوش